اهلا بكم في النشرة الاقتصادية على هامش الدورة الرابعة لمعرض البحرين الدولي للطيران وقع سعادة المهندس كمال بن احمد محمد وزير المواصلة والاتصالات وسعادة السيد سليمان بن عبدالله الحمدان رئيس الهيئة العام للطيران المدني السعودي مذكرة تفاهم وتأتي هذه المذكرة لترسخ اطر التعاون القائم بين البلدين في مجالات طيران مدني المختلفة وتمنح الشركات الطيران التابعة لكل منهما تشغيل عدد من 107 رحلة اسبوعية في كل اتجاه الامر الذي ستكون له نتائج ايجابية بالغة على توفير خدمات نقل جوي تلبي متطلبات السفر للمواطنين والمقيمين وبموجب هذه الاتفاقية سوف تتمكن ناقلتا الوطنية طيران الخليج من زيادة رحلاتها الى جدة لتصبح 28 رحلة في الاسبوع بمعدل 4 رحلات يوميا و35 رحلة الى رياض بمعدل 5 رحلات يوميا بالاضافة الى 37 رحلة اسبوعية الى الدمام و7 رحلات الى المدينة المنورة هذه النقاط الاساسية في هذه الاتفاقية اللي هو تثبيت الرحلات بين البلدين واليوم احنا نتكلم عن 107 رحلة بين البلدين هذه ضمن نطاق الحريتين الثالثة والرابعة كذلك تحرير الشحن الجوي بين المملكتين دون اي قيود كما انطلق على هامشي المعرض مؤتمر التحديات التي تواجه صناعة النقل الجوي في القرن 21 بحضور نخبة من خبراء الملاحة الجوية ومسؤولين اقليميين عن شؤون الطيران المدني وقد اكد المشاركون على ان اعتدال اسعار النفط وانعاشها للاقتصاد العالمي من شأنها ان يعود بالنفع على تطور صناعة الطيران على مستوى المنطقة والعالم وقد اجمع المشاركون على ضرورة مواكبة احدث ما تتوصل اليه التكنولوجيا في مجال الترفيه الجوي واحداث ثورة في وسائل الترفيه على متن الخطوط الجوية كما اكد المشاركون على اهمية اعتماد طائرات صديقة للبيئة بغية التقليل من الانبعاثات الكربونية وخفض استهلاك الوقود مما سينعكس ايجابا على موازنات شركة الطيران اعلنت شركة مطار البحرين عن ابرامها اتفاقية مع شركة جي بي ام لتوفير مركز حديث لمعالجة البيانات بتكلفة تصل الى 650 الف دينار واكد الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين محمد البنفلاح ان الاتفاقية تأتي في اطار تطوير البنى التحتية واستبدال المركز الحالي الذي بات بحاجة للتطوير وبين البنفلاح ان المركز الجديد سيضمن استمرار عمليات المطار دون انقطاع في حال حدوث اي كوارث متوقعا ان يبدأ تشغيله في ديسمبر المقبل كما اعلن شركة مطار البحرين عن توقيعها اتفاقية مع شركة سيتا لشراء ست اجهزة لتوفير الخدمة الذاتية للمسافرين تشمل تخليص اجراءات الصعود الى الطائرة لمسافر الدرجة السياحية والدرجة الاولى وقعت شركة خدمات مطار البحرين باسا في اطار مشاركتها بمعرض البحرين الدولي للطيران اتفاقية تفاهم مع شركة اير كراوند الالمانية للتعاون على المستوى الاقليمي في شتى مجالات خدمات المناولة الارضية في المطارات وبموجب هذه الاتفاقية سيكون هناك توقيع اتفاقية شراكة لتقديم الخدمات في احدى مطارات المنطقة اضافة الى الخدمات الاستشارية لتدريب الكوادر البحرينية العاملة في شركة خدمات مطار البحرين باسا الجدير بالذكر ان شركة اير كراوند الالمانية تعد رائدة في مجال الخدمات الارضية في ميونخ حيث تعتبر المزود الرئيسي لخدمات المسافرين ومناولة طائرات وخدمات الشحن في مطار ميونخ هذه اتفاقية تعاون استراتيجي ما بين شركة خدمات مطار البحرين واير كراوند اللي هي فرع من شركة خدمات مطار ميونخ التعاون فيها لتبالل الخبرات وتقديم المساعدة الفنية اللي يحتاجها اي طرف وبطبيعة الحال احنا الطرف المستفيد من الخبرات الجيدة اللي تتمتع بها اير كراوند هذه البند الاول البند الثاني هو الدخول في مشاريع مشتركة في مطارات بر البحرين اكد مدير شركة سيليكس اي اس الايطالية في البحرين اطارق وفاء الكزام الشركة بخدمة السوق البحريني ومساندة شؤون الطيران المدني بالمزيد من التقنيات الحديثة في مجال منظومة الرادار المتطورة واوضح وفاء لنشرة الاقتصادية على هامش مشاركة بمعرض البحرين الدولي للطيران ان الشركة ماضية بتوسيعة رقعة عمليتها في المملكة مع توظيف الكفاءات البحرينية المؤهلة في صناعة الرادارات للاستخدامات المدنية وبين وفاء ان معرض البحرين الدولي للطيران يعتبر المنصة المثلى للترويج لاحداث الصناعات المتخصصة في مجال الملاحة الجوية لافتا الى ان تواجد الشركة الايطالية في السوق البحريني منذ ثماني سنوات يعتبر خير دليل على ما تتمتع به المملكة من مناخ استثماري جاذب للاستثمارات الاجنبية النسخة الرابعة للمعرض الطيران بالبحرين شهد تطور نوعية المعرضات والشركات المشاركة والجهات والدول التي تنتمي اليها العدد زاد حسب خبرتنا من النسخة الاولى من 2010-2016 العدد اعتقد فاق ال130 جهة مشاركة التنوع وصل حاليا الى روسيا والهند والاول مرة نشوف حضور بتميز اليمن والسودان فهذا يعطي انتباع وتأكيد على مكانة البحرين في جذب الاستثمارات والشركات العالمية لاتخاذ البحرين منطلق لعملياتها وتسويق لمنتجاتها في المنطقة العربية والعالمية وتبادل الخبرات يشهد قطاع الطيران الخاص حالة انتعاش على وجه التحديد لدول الخليج لا سيما مع اتباع سياسة الاجواء المفتوحة وتوفير ارقى واضخم طائرات متخصصة والمزودة بتجهيزات عالية الكفاءة لرجال الاعمال والرحلات الشخصية او الترفيهية هناك الكثير من يعشق السيارات ويقتنيها ولكن في المقابل هناك قلة من يمتلك طائرته الخاصة عالم طيران الخاص هو عالم الاثرياء ورجال الاعمال الذين يعتبرون انه لا بد من اقتناء الطائرات الخاصة التي تزيدهم هيبة وتميزا في المجتمع حتى لو كان ذلك بمئات الملايين اكبر سوق طبعا هو السوق الامريكي يليه الاوروبي يليه السوق الصيني ثم السوق الخليجي السوق الخليج جدا واعد وحجمه كبير جدا طبعا الملكة العربية السعودية تستحفظ على 70% من السوق الخليجي و30% متبقية موزعة بين دول الخليجة طبعا عدد الطائرات في هذه المنطقة عد عالي وتحتاج دائما الى ادارة وتوى ايضا هناك طلبات من ناحة الاستئجارة الطائرات وخدمة المناولة العرضية لقطاع الطائرات الخاص تزايد الطلب على الطائرات الخاصة في الاوينة الاخيرة في منطقة الخليج والشرق الاوسط سواء بامتلاكها او تأجيرها نظرا لما تشكله تلك الطائرات من اداة سهلة وقدرة على الحركة بسهولة والوصول الى مختلف وجهات السفر فالطائرات الخاصة تمثل تجربة ذات خصوصية ومصممة بالكامل حسب متطلبات المسافرين مثل تحديد مواعيد السفر واختيار مطار الاقلاع او الهبوط وكلفة تأجيرها تختلف حسب حجم الطائرة والوجهة سوق الطيران خاص سوق كبير خاص في منطقة الشرق الاوسط وخاصة في الخليج ولا زباينة يعني وهي السوق في ازدهار او نقول فيه نمو متواصل في السنوات الاخيرة في منطقة الخليج بالدات الطائرات الخاصة هي بكل سهولة قصر طائر فوق السحاب حيث تجد فيها احدث تقنيات العصر لتوفر للمسافر كل مستلزمات الراحة والرفاهية اشتركوا في القناة